بسم الله والإبن والروحة الكدسة لله الله تعالين أهناكم جميعاً في عيد الناس الجديد ومتدايب عام جديد 2023 وأود أن أرسل كل التقنية من أرض مصر إلى كل الإبارشيات والكنائس الضبطية الموجودة في رفوع المسكونة في أفريقيا وأسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا وأمريكا وأوروبا أود أن أرسلهم جميعاً باسم المجمع المقدس للكنيسة الضبطية الأولوكسية وباسم كل الأطباء الذين في مصر مغلق الجميع في عيد الميلاد البجيل بحسب الطهوين الشرطي وبحسب السنة الكدرية سنة الشهداء نحتفل به يوم 29 ليلة من كل عام في عيد الميلاد نتقابل مع مواطف كثيرة ولكن من أشهر المواطف الموجودة في هذا العيد أننا نناني بحسب الجروة أن بيت دحق لسبي الصغرى في ياموزة بيت دحق قرية صغيرة مغنورة غير مع مفاق المرة ولكنها زارت أشهر قرية العام وزارت تفتخر بميلاد السيد المسيح على أرضها وفي هذا المدر الصغير كنا الصغرى نظرنا إلى الأشياء الصغيرة في قصة الميلاد نتقابل مع النجم والنجم كما نعلم أنه في السماء يكون صغيراً جداً بحسب ورياتنا على الأرض ولكن النجم من بذلك كان له أكثر من صفر أنه يتحرك وأنه يتوقف عندما يتوقف المجووز بالراحة في أثناء رحلة المطوئة كان النجم هو الشفعة وهادية للمجووز الذين أتوا من بلد المشرف الكامل وقدموا هداياته الزهب والنبالة ومنه ولكن بينا في هذا الأمر ووجود النجم أنه يرفع مظلمة إلى السماء وأنه يشير إلى حياة السماية فكام قصة الميلاد اكتبتم بهذا النجم أنها ترسل لنا رسالة نحن الذين على الأرض أن تكون حياتنا سماوية والحياة السماوية هي الحياة مبيلة ونحتاجها على الأرض كسيرة والأرض تبتالب بالخطيئة وتبتالب بالشرط وتبتالب بالمفاسد الكثيرة ولكن عندما يختفع الإنسان إلى أن يكون كسير كالنجم ويكون منيرا هذه هي الحياة السماوية القديس يوحانا زالبير قم له عبارة رائعة يقول أن تكون شمساً أو قمراً أو حتى الإيمان المهم أن تكون بالسماوية ممكن الشمس يعني تقفل الإنسان المشهور قوي والأمر الأقل الشهرة والنجم يعني يمكن أن يكون مغموط مثل نجم النبات المهم أن يكون الإنسان في حياته بالسماوية الأمر الثاني الذي ينرى في مواقف الميلاد ومشاهد الميلاد حسب القديم الشجرة شجرة الميلاد شجرة خضراء دائمة تذكرنا بالمظمور الأول الذي يصديه كفردحة من المزانين عندما نقول على الإنسان الذي يسير في طريق الله أنه يكون كالشجرة المغروسة على مجال الميان التي قعد سمرها في حين ورقها لا ينتسر وكل ما يصنعه في حينها الشجرة ترسل لنا لسانة أن تكون حياتك مصمرة حياتك طول على مصمرة مصمرة بالفضيلة أو مصمرة بالسيرة الحسنة أو مصمرة بالعلاقات الطيبة الموجودة مع كل الإنسان شجرة الميلاد شجرة ثابتة بالضرض وتعلمها أيضا السباب وتعلمها النوع ونضيب إلى ذلك أن الشجرة دائمة ضربت إلى السماء فهي تبتج إلى السماء من عام إلى عام عندما تنم ترفع رؤيتنا وقلوبنا إلى السماء الأمر السادس في رسائل الميلاد العديدة قرر في اللعب عندما زهر القديس يوسف المالجار معهم من القديسة مانيوم ولم يجدوا أن كان في بيت اللعب بسبب الإحصار والتعداد الذي كان موجودا في ذلك الوقت نرى أن بيت اللعب كلها كانت مستحيلة لا يوجد مكان ولكن صاحب البيت أشار عليهم بوجود المزود منعرش أن المزود هذا ممكن أن يكون مكان ضيافة هو للحيوانات فقط ولكن أشار عليهم بوجود المزود وتجنب أن يكون لهم لا يوجد مكان وهنا ظهرت صورة الإنسان الخادم أو الحياة الخادمة الحياة الخادمة التي تخدم الآخرين يجد أن يتجنب أن يكون كلمة لا يوجد مزود أو كلمة أوجد هذا المزود نحن المزود ولكنه خزيرة للحيوانات للصور والحبوار والبعض الحيوانات الأخرى وهذا المزود صار مكاناً مدافئاً منيراً لامعاً مشهوراً في العالم وصارت الخدمة التي قدمها صاحب البيت ولا معرف اسمه ولكنه قدمها بمحبة وحل مشكلة الخادم هو الذي يستطيع أن يحل مشكلة ويتجنب دائماً أن يرفض طلبة لخدمة للآخرين ومساعدة للآخرين ولذلك صارت بيت لحب الذي سب الصغرى في يابوزا وصارت مشمورة في العالم هذه رسائل البيناد النجم الحياة السماوية والشجرة الحياة المسمرة والمزود الحياة الخادمة هذه الرسائل مع رسائل أخرى أود أن أقدمها لكم للجميع لكل كميسة وكل مرشية لكل الأباء الأساطفة والأباء المخارنة والأباء الكهنة ومجالس الجنائز والشمالسة لكل الشعب للشباب والأخفار في كل كميسة وفي كل مكان يتواجد فيه الأخبار وهم يحتفظون بعيد الميلاد لهذا اليوم تحياتي ومحبتي لكم جميعا من أرض المس من أرض القديس مالي ماركوس كأرز بلادنا العزيزة وهلّمكم جميعا وأرجو لكم كل خير في العالم الجديد أعداد المعنى لكم جميعا وإنسا موسيقى موسيقى